بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألو السادة الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك شهر رمضان في المسجد الحرام في كتابه الصوم حكم وأحكام قال حفظه الله تبارك وتعالى حكم علاج الأسنان في نهاي رمضان لا يزال الحديث متصلا حول علاج الأسنان في نهاي رمضان قد يحتاج الصائم إلى خلع سنه أثناء الصوم وهذه صورة فيها مشابهة لصورة حفر السن المتقدم الحديث عنها من جهة وجود التخدير وخروج الدم ووضع دواء أو مخدر في الفم والمنضة التي قد يصل شيء منها إلى الحلق فالكلام هناك الكلام في مسألة حفر السن للعلاج وقد ذكرنا أن المالكية رحمهم الله قد نصوا على كراهية العلاج من غير حاجة للصائم فيما يتعلق بالسن وأن المالكية رحمهم الله قيدوا الجواز بالضرورة وأنه إن وصل إلى الحلق من الدواء أو الدم ونحوه شيء فقد أفطر هذا الصائم وفسد صومه وعليه أن يعيد ذلك اليوم ويقضي مكانه يوما آخر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث في بيان أحكام متعلقة بما يعرض للصائم حال صيامه من حاجة إلى أخذ أدوية أو علاجات أو أن يقوم بعلاج من العلاجات في نهار رمضان ومن ذلك علاج الأسنان في نهار رمضان إذا احتاج المريض أو الإنسان مريض في أسنانه إلى علاج شيء من أسنانه في نهار رمضان وعسر عليه وشق عليه أن يؤجل ذلك إلى الليل إما لعدم تحمله للألم وما يصاحب هذا الوجع من شدة وعدم تحمل أو لأنه ربما لا يجد الطبيب والمعالج في الليل وإنما يكون ذلك في النهار فقط وقد نص بعض أهل العلم كالمالكية رحمهم الله بالكراهية للعلاج من غير حاجة في نهار رمضان وقيدوا الجواز بهجود الحاجة وذلك خشية أن يصل شيء من الدواء أو الدم إلى جوف الإنسان فيؤثر على صيامه نعم قال شيخنا حفظه الله لذلك نقول في هذا الذي يريد خلع السن في نهاي رمضان ما قلناهم في الذي يريد علاج سنه فهو بين أمرين أو له حالتان الحال الأولى إن احتمل الصائم ألم السن وأمكن أن يؤجل خلعه إلى الليل ولم يخف على نفسه الضرر هنا نقول يكره له خلع السن لما فيه من تعريض صيامه للفساد بوصول شيء من الدم أو الدواء إلى حلقه فالأحوط للمسلم ترك المداوات بالنهار خاصة أن المريض أن المريض طوال فترة المداوات يكون في وضع الاستلقاء الذي هو مضنة لوصول العلاج أو الماء عند المنمضة أو نحو ذلك إلى الحلق غالبا فيعود ذلك على صومه بالفساد فعليه أن يصبر إن أمكنه ذلك ولا يعرض نفسه لفساد صومه ما لم يخف على نفسه الضرر لأن وجع الأسنان لا يبيح الفطر إلا إذا كان الآلم شديدا ولا يستطيع أن يؤجل العلاج إلى الليل هذا هو القول الأول أو الحال الأولى للإنسان أنه يستطيع أن يؤجل خلع ضرسه أو سنه الذي يتألم منه إلى الليل ويجد الطبيب والمعالج لا يعسر عليه وجود الطبيب أو أنه لا يشق عليه أن يؤخر إلى الليل هذا لا شك أن الأحوط في حقه أن يكون العلاج وخلع السن أو الضرس يكون في الليل أبعد عن الحرج الذي قد يلحقه لو دخل في جوفه شيء من الدم أو من العلاج الذي يصاحب خلع السن من المقدر ونحو ذلك وهذا نص عليه جماعة من أهل العلم نعم قال شيخنا حفظه الله يقول موسى بن أحمد شرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي رحمه الله ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه انتهى الحال الثانية أن يخاف على نفسه الضرر بتأجيل خلع السن إلى الليل يعني أنه يعاني من ألم شديد يحتاج معه إلى خلع السن في نهاي رمضان ولا يمكنه تأخير ذلك إلى الليل لما يعاني من الآلام الشديدة من سنه فنقول يجوز له ذلك أن يجوز له خلع سنه في نهاي رمضان لأن الفم له حكم الظاهر هذه قاعدة مهمة في مسألة معرفة هل ما يدخل في الفم من المفطرات أم لا نقول الفم له حكم الظاهر ليس من الجوف ولذلك فدخول الشيء إلى الفم ليس مفطرا بحد ذاته ما لم يصل إلى الحلق وكراهية إدخال شيء إلى الحلق من الفم مقيدة بعدم الحاجة وهنا احتاج إليها وإلى ذلك الأمر أي احتاج إلى أن يخلع سنة فلا كراهة لكن هنا نقول إن وصل إلى حلقه شيء من الدواء أو الدم أو الماء ونحو ذلك مما سوى الريق فسد صومه وعليه القضاء إذن إذا احتاج بخوف الضرر على نفسه خلع السن في نهاي رمضان فله ذلك وليس ذلك من المفطرات يعني ليس خلع السن في هد ذاته من المفطرات فلو خلع السن ولم يصل إلى حلقه شيء من دواء أو دم أو ماء أو نحو ذلك سوى الريق لا يضر ذلك ولكن إن وصل شيء من الدواء أو الدم يفسد الصوم وعليه القضاء الحال الثانية أنه يتضرر بالتأخر إلى الليل لشدة الألم والوجع فله أن يخلع ضرسه في نهار رمضان ولا يؤثر هذا على الصيام والصيام صحيح اللهم إلا لو دخل إلى جوفه مختارا شيء من الدم أو الدواء أو الماء فهنا يفسد الصوم ويُعذر لأنه في حكم المريض نعم قال شيخنا حفظه الله يقول ابن عبدين رحمه الله وهو من علماء الحنفية قلت ومن هذا يعلم حكم من خلع درسه في رمضان ودخل الدم إلى جوفه في النهار ولو نائما فيجب عليه القضاء انتهى قال شيخنا حفظه الله فبين فبين ابن عبدين رحمه الله حكم من أدخل إلى جوفه شيء في النهار من وجوب القضاء بدل ذلك اليوم الذي وقع فيه هذا الأمر وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المفطرات على ذلك وورد فيه ما يتعلق بحفر السن أو خلعها أو تنظيف الأسنان في نهاي رمضان بأن ذلك ليس بمفطر إذا اجتنب ابتلاع ما يصل إلى الحلق جاء في القرار ما نصه الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات وذكر من ذلك حفر السن أو خلع الدرس أو تنظيف الأسنان أو السواك أو تفريش الأسنان إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما يصل إلى الحلق انتهى هذا هو الذي ذهب إليه عامة فقهاء العصر في مداوات الأسنان أو خلع الدرس أو تنظيف الأسنان أو تفريش الأسنان كل ذلك لا يؤثر على الصوم والصوم صحيح لكن على الصائم أن يحترز أن يصل إلى جوفه شيء حتى لا يفسد الصوم نعم قال شيخنا حفظه الله وقد ورد إلى شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازر رحمه الله سؤال مفاده إذا حصل للإنسان آلم في أسنانه وراجع الطبيب وعمل له تنظيفا أو حشوا أو خلع إحدى أسنانه فهل يؤثر ذلك على أسنانه ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه فهل لذلك أثر على الصيام فأجاب سماحة الشيخ فأجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازر غفر الله له ليس لما ذكر في السؤال آثر في صحة الصيام بل ذلك معفو عنه وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم انتهى قال قال شيخنا حفظه الله إذا نظرنا إلى حال كثير من إخواننا وحال كثير من أخواتنا فيما يتعلق فيما يتعلق بحاجتهم إلى مثل هذه المسائل سواء من خلع السن أو علاجه أو ما يتعلق أيضا بتنظيف الأسنان أو تفريشها فإننا نقول إن الأمر في ذلك واضح بين فإن هذه الأمور ليست بذاتها من المفطرات وإنما المعول أن لا يصل شيء إلى الحلق فإن ابتلع الصائم شيئا مما وصل إلى حلقه فإنه بذلك يفطر وعليه القضاء عن ذلك اليوم الأمر في هذا واضح وأن مدوات السن أو خلع السن أو تفريش الأسنان كل ذلك لا أثر له على الصيام الصيام صحيح نعم قال شيخنا حفظه الله الحقن الجلدية أو الوريدية أو العضلية وأثرها على الصيام فإن من الأمور المهمة التي ربما يتعرض لها بعض الصائمين والمتعلقة بالعلاج والدواء للصائم وأثر ذلك على صيامه الحقن العلاجية والمغذية سواء منها الجلدية أو العضلية أو الوريدية ونحو ذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم ذلك للصائم وأثر ذلك على صيامه على أقوال هذه من المسائل هذه من المسائل المهمة والتي يسأل عنها كثير من الصائمين وهي الحقن سواء كانت الجلدية أو الوريدية أو العضلية التي تكون في العضل في عضل الإنساني أو الأبر أيضا المغذية فما حكم هذه الأبر إذا أخذت في نهار رمضان نعم قال شيخنا حفظه الله اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم ذلك للصائم وأثر ذلك على صيامه على أقوال القول الأول أن هذه الحقن العلاجية والمغذية سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية أنها من المفطرات مطلقة ويفطر الصائم بسبب تعاطي هذه الحقن أما القول الثاني أن هذه الحقن العلاجية والمغذية سواء كانت جلدية أو عضلية أو وريدية لا تبطل الصوم مطلقا لأن الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف أما القول الثالث في هذه المسألة وهو القول الوسط فهو القول بالتفريق بين الحقن المغذية وحقن العلاج والتداوي فالأولى المغذية تبطل الصوم لمنافاته للحكمة من الصوم وهو امتناع الصائم عن الطعام والشراب وهي الحقن المغذية بمعنى الطعام والشراب ويستغنى بها عن الطعام والشراب والثانية حقن التداوي والعلاج لا تبطل الصوم لأنها ليست بمعنى الطعام والشراب ولا تدخل الجسم من مدخل أو منفذ معتاد قال أهل العلم في حكم هذه الحقن القول الأول ذهب إليه جماعة من أهل العلم بأن هذه الحقن تؤثر على الصيام ولا تفريق بين العلاجية وبين المغذية منها أو غير المغذية لأنها مواد دخلت إلى جسم الإنسان وجسد الإنسان فتؤثر على صيامه والقول الثاني بالعكس من ذلك تماما وقال هذه أبر لم تدخل إلى الجوف عن طريق المنافذ المعتادة وهي الأنف والفم وبالتالي لا أثر لها على الصيام مطلقة والقول الثالث قول وسط وهو الذي يترجح في هذه المسألة وهو قول عامة فقهاء العصر بالتفريق بين الحقن العلاجية والحقن المغذية فما كان من حقن للعلاج كأبر الإنسلين أو أبر تكون للعلاج فإنها لا أثر لها لا أثر كأبر يأخذها مضاد حيوي أو أبر يأخذها للإنسلين كل كل الإبر العلاجية لا أثر لها على الصيام وصيام المرء إذا تناول هذه الحقن العلاجية صيامه صحيح ولو كان ذلك في نهار رمضان قالوا لأن هذه الحقن ليست طعاما ولا شرابا لا صورة ولا معنى الأبر العلاجية ليست طعاما ولا شرابا ولا في صورة الطعام والشراب لماذا؟ لأنها لم تدخل عن طريق المنافذ المعتادة ولا معنى أي ليست بمعنى الطعام والشراب فلا يستعيض البدن عن الطعام والشراب هذه الحقن العلاجية إذن الحكم فيها أنها ليست من المفطرات وصيام من تناولها في نهار رمضان صيامه صحيح النوع الثاني من الحقن العلاجية الحقن المغذية التي يستعيض البدن بها عن الطعام والشراب بعض المرضى يبقى على الحقن المغذية هذا المغذي كسكر الجينوكوز ربما يبقى عليها أيام لا يتناول طعاما ولا شرابا ويستعيض بهذا عن الطعام والشراب لا يحتاج لها الطعام والشراب إذن هي بمعنى الطعام والشراب فإذا كانت بمعنى الطعام والشراب فلها حكم الطعام والشراب فيفسد الصوم بها لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالذي فالذي استعاب بالأبر المغذية عن الطعام والشراب ما ترك الطعام والشراب هذا يتناول الطعام والشراب لكن عن طريق هذه الأبر المغذية فمن كان احتاج إليها في نهار رمضان فإن صومه يفسد وعليه القضاء للأيام التي حصل فيها المداوات والعلاج بهذه الأمر المغذية نعم قال شيخنا حفظه الله وإن مما قررناه سابقا لضابط المفطرات وهو ضابط مهم لو استوعبناه وفهمناه لهان علينا وسهل علينا معرفة ما يفطر وما لا يفطر هذا الضابط هو أن المفطرات هي الأكل والشرب صورة أو معنى يعني ما كان في صورة الطعام والشراب أو كان في معناهما هذا هو الضابط وهذه الحقن إن كانت مغذية فهي بمعنى الطعام والشراب وإن لم تكن في صورة الطعام والشراب لأنها لم تدخل من المنافذ المعتادة لكن يستغني بها الصائم عن الطعام والشراب فإنها بمعنى الطعام والشراب فهذه تبطل الصوم لمنافاتها للحكمة في قول الله تعالى كما في الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي والتفريق بينهما بين الحقن التي تكون للتغذية وبين الحقن العلاجية التي للتداوي أن الأخيرة الحقن العلاجية لا تبطل الصوم لعدم دخولها من منفذ معتاد وليست طعاما ولا شرابا وليست في معنى الطعام والشراب أي ليست طعاما وشرابا لا معنى ولا صورة ولذلك لا أثر لها على الصيام فهي ليست في صورة الطعام والشراب ولا بمعنى الطعام والشراب لم تدخل من طريق المنافذ المعتادة وليست معنى للطعام والشراب لأنها لا يستعاض بها عن الطعام والشراب وممن ذهب إلى هذا التفريق سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن بازر رحمه الله إذ سئل ما حكم من حقن بحقنة في الوريد والعضل أثناء النهار يعني في عضل الإنسان أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا فأجاب سماحته رحمه الله صومه صحيح لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب وهكذا أيضا الحقنة في العضل من باب أولى في العضل إذا كانت أيضا هذه من نوع العلاجات والأدوية قال سماحته لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط خروجا من الخلاف في ذلك انتهى قال شيخنا حفظه الله هذا بالنسبة للحقن التي هي من باب العلاج أما الإبر المغذية فإنه يفطر بها الصائم وتكون من المفطرات إذا تعمد استعمالها وهذا هو الأقرب والأصح والأرجح وهو القول بالتفريق بين حقن التغذية والحقن العلاجية لأن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب ويستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه تفطر أما ما عدى الحقن المغذية كالحقن العلاجية الجلدية أو الوريدية فإنها لا تؤثر على الصيام وإلى هذا ذهب مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في جدة في صفر عام أربع عشر وأربعمائة وألف في القرار الحقن العلاجية الجلدية والعضلية والوريدية لا تعتبر مفطرات باستثناء السوائل والحقن المغذية لأن مما يفطر الصائم الأكل والشرب صورة ومعنى أو صورة بلا معنى أو معنى بلا صورة صورة ومعنى أن يأكل الطعام والشراب ولا شك أن هذا من المفطرات أو في صورة الأكل والشرب لأنها دخلت من منفذ معتاد وهو الفم وهذا يفطر به الصائم ولا شك أما ما يكون في معنى الأكل والشرب يعني الأكل والشرب معنى وهذا يكون في الحقن العلاجية التي هي ليست أكلا وشربا في صورتها لكنها في معنى الأكل والشرب فيستغني بها المريض عن الطعام والشراب والحقن المغذية ليست في صورة الأكل والشراب لكن بمعنى الأكل والشرب إذ يستغني بها الصائم عن الطعام والشراب فهذه أيضا من المفطرات إذن الضابط في هذه المسألة والقاعدة في هذه المسألة أن المفطرات ما كان أكلا أو شربا أو جماعا صورة ومعنى أو صورة أو معنى هكذا في هذه الأحوال إما صورة ومعنى أو صورة بلا معنى أو معنى بلا صورة فهذه يفطر بها الصائم أما ما لم يكن طعاما ولا شرابا ولا جماعا لا صورة ولا معنى فليس هذا بمفطر والأصل صحة صوم الإنسان ولا يقال هذه مفطرات إلا إذا دل الدليل على أنها من المفطرات نعم كما بينا وأن الحقل العلاجية ليست من المفطرات إذا تناولها الإنسان في نهار رمضان وأما العبر المغذية فهي بمعنى الطعام والشراب فإذا تناولها الصائم أفطر وفسد صومه ووجب عليه القضاء نعم قال شيخنا حفظه الله اللاصقات الطبية وأثرها على الصيام اللاصقات الطبية إحدى الوسائل المستخدمة لإيصال المادة العلاجية للمريض عبر امتصاص الجلد لهذه المادة العلاجية التي تكون في هذه اللاصقات الطبية وبذلك يكون أثرها أكثر وبذلك يكون أثرها أكثر على المريض نظرا لتجاوزها الجهاز الهضمي الذي يمتص جزءا من العلاج وينتقل إلى الكبد الذي يحدث أيضا تغييرا في فاعلية العلاج أو قدرتها على العمل حيث إن بعض المركبات كالبروتينات لا يمكن تناولها عبر الجهاز الهضمي نظرا لتحولها بالعصارة المعدية والمعاوية إلى مركبات غير فعالة ولا بد من إيصالها للجسم عبر الدم مباشرة أو عبر الجلد وكذلك مثال آخر مركب الأنسلين لمرض السكر لا يمكن لهم أن يتناولوه عن طريق الجهاز الهضمي الذي يقوم بتحويل المركبات التي لا يستفيد منها الجسم وهناك أنواع من هذه اللاصقات الطبية التي تكون للعلاج وهذه اللاصقات الطبية توضع في منطقة قليلة الشعر على الجلد يقوم المريض بلسقها على الجلد حيث توجد مادة اللاصقة تسهل وضع هذه اللاصقة على الجسم وتمنع الإزالة لها بسهولة حين ارتداء الملابس أو نزعها وتتفاوت مدة بقاء هذه اللاصقات الطبية على حسب المادة العلاجية المستخدمة هذه أمور مهمة لا بد أن نتصورها قبل أن ندلف إلى الحكم الشرعي فالقاعدة الفقهية الأصولية تقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره ولذلك نقول أولا أثر هذه اللاصقات الطبية على الصيام وهل يفطر الصائم بذلك أم لا هناك ملحوظة مهمة هي أن هذه اللاصقات الطبية لا تدخل المادة العلاجية إلى الجوف بل إلى الدم هذه مسألة مهمة جدا ولها أثر كبير ومباشر في الحكم ثانية لا تعتبر هذه اللاصقات مواد غذائية بل علاجية لحالات معينة من الأمراض ثالثة من المسائل المهمة للحكم على أثر هذه اللاصقات الطبية على الصائم نقول لا بد عند استخدامها من استشارة طبيب لأن لها آثارا على الجسم والضغط والدورة الدموية ونحو ذلك بعض المرضى ربما ينسى مكان وضعها ويضع أخرى مما قد يسبب زيادة في أثر هذه اللاصقات الطبية ولقد أصبح لهذه اللاصقات الطبية استخداما ولقد أصبح لهذه اللاصقات الطبية استخدام كبير في العلاج والدواء فقد سجلت مثلا لزقات النيكوتين التي تستخدم للمساعدة على التوقف عن التدخيل المبيعات الأعلى خلال السنوات الماضية وربما وصل مبلغها ما يقارب إلى عشرة مليارات من الدولارات سنوية بل هي مرشحة للارتفاع وهذه اللاصقات الطبية فكرتها محاولة الالتفاف حول مشكلات الامتصاص عن طريق الفم أو عن طريق الحقن الوريدي أو ما يكون عن طريق العضل أو تحت الجلد وتمتاز هذه اللاصقات الطبية بقدرتها على إيصال الدواء إلى الدم بمعدل ثابت لا يمكن في الظروف العادية الوصول إليه إلا من خلال المحالين الوريدية المستمرة وهذه الميزة لا تتحقق بسهولة في وسائل إعطاء الأدوية الأخرى وهذا يتحقق فيه فوائد كبيرة وكثيرة ويعتبر هذا الأمر من الأمور اليسيرة بالنسبة للمرضى وتسهل امتصاص وإنقاص عدد المرات التي يعطى فيها الدواء ففي بعض الحالات يكتفى بإعطاء الدواء مرة واحدة أسبوعية عن طريق الجلد ولو تم يعطاء الدواء بالطرق الأخرى لقتضى الأمر إعطاء الدواء عدة مرات يومية وتصل الأدوية التي تعطى عن طريق الجلد إلى الدورة الدموية دون المرور إلى الجوف فلا تمر على الجوف أو على قناة هضمية أو على الجهاز التنفسي وبالتالي لا يمكن اعتبارها أدوية عن طريق الجوف كما أن كميتها التي تصل الدورة الدموية هي في صورة الدواء الأقرب إلى النقاء دون إضافات بينما إعطاء الأدوية عن طريق الفم والدورة الدموية سواء أكان عن طريق الوريد أو تحت الجلد لا يمكن في غالب الأحيان أن تعطى بلا إضافات كما أن اللاصقات نعم اللاصقات الطبية يحتاجها بعض المرضى فهل لهذه اللاصقات التي تلصق على الجلد لأجل العلاج لها أثر على الصيام نقول بعد معرفتي أثري هذه اللاصقات على الجسم وأنها نوع علاج فليس بطعام ولا شراب لا صورة ولا معنى لا صورة يعني لا يدخل عن طريق المنافذ المعتادة ولا معنى ليس بمعنى الطعام والشراب فيستعاض بها عن الطعام والشراب فهي كالحقن العلاجية سواء بسواء وما قلناه في حكم الحقن العلاجية وأنها لا تؤثر على الصوم فلو تناولها وأخذها الصائم في نهار رمضان صح صومه ولا شيء عليه فكذلك في اللصقات الطبية العلاجية لا أثر لها على الصيام والصيام صحيح إذا احتاج إليها المريض في نهار رمضان نعم أحسن الله إليكم قال شيخنا حفظه الله كما أن اللاصقات الطبية تكاو تخلو من الماء بحيث تقترب النسبة من الصفر وهكذا فإن هناك راحة للمستخدم لهذه اللاصقات وهي تعطي للمريض الذي ربما بهذه الطرائق أو بهذه الوسائل يجد فيها تركيزا شبه ثابت في الدم وهذا له أهمية كبرى في العلاج هذا البسط والإيضاح لهذه اللاصقات الطبية كان لابد منه إذ هذه المعلومات ربما يجهلها الكثير وسنتجاوز الفوائد والأضرار لهذه اللاصقات إلى معرفة أثرها على الصيام وما الحكم فيما لو استخدمت من قبل الصائم في نهاي رمضان هل تعد من المفطرات أم لا؟ ذكرنا سابقا الضابط في التفطير وقلنا إن الضابط ما كان أكلا أو شربا أو جماعا صورة أو معنى إذ كان قد دخل الأكل والشرب عن طريق الفم أو عن طريق الأنف وهي منافذ معتادة أما إذا لم يكن من الداخل طعاما أو شرابا أو كان في معنى الطعام والشراب ولم يدخل إلى الجوف عن طريق المنافذ المعتادة لكن يستعيض به البدن عن الطعام والشراب فهو في معنى الطعام والشراب فإن هذا من المفطرات وعند النظر في هذه اللاصقات الطبية وعند التأمل في كيفية عملها وتركيبها الطبي مما قد بسطناه في مقدمة هذه المسألة حين الكلام عن وظيفة هذه اللاصقات الطبية فالذي يظهر فالذي يظهر عند التأمل وبعد الاطلاع على عدد من البحوث الطبية التي بيّنت طبيعة هذه اللاصقات الطبية والفقهاء بل الأصوليون يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره فيظهر لي بعد التصور والله أعلم أن هذه اللاصقات الطبية لا تفطر ولا يفطر بها الصائم لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل ولا الشرب ولا تجري في الحلق ولا تصل إلى الجوف ولا يجد الصائم طعمها في الحلق ولا تدخل عن طريق منفذ مفتوح عندما يعتبر الدخول عن طريق منافذ ولا تدخل عن طريق منفذ مفتوح عندما يعتبر الدخول عن طريق منافذ ولا تدخل مع المنافذ المعتبرة الفم والأنف ولا تصل إلى الحلق ولا إلى المعدة وليست بمغذية فهي ليست بمعنى الطعام والشراب ولا يتقوى بها البدن ولا يحصل بها ما يحصل مع الطعام والشراب وعلى هذا فإن المتأمل في نصوص أهل العلم في عدم التفطير بالدهن ونحو ذلك التي يتشربها الجسم وأنها لا يحصل الفطر بها بل إن المالكية رحمهم الله وإن استثناء بعضهم إذا وجد طعم ذلك في حلقه فإن الفقهاء رحمهم الله على أن هذه ليست من المفطرات وبعدم الفطر باللاسقات الطبية أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر أن ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد من دهونات ومراهم ولزقات علاجية جلدية محملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لا يفطر الصائم وهذا في الحقيقة هو المناسب لحقيقة هذه اللاصقات الطبية ومن المعلوم أن النظر في التفطير وأن هذا يفطر به الصائم أو لا لا بد أن يكون بأمر واضح لأن المسألة تحتاج إلى نظر عميق ونحن عند التأمل في المسألة نجد أن ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بأن اللاصقات العلاجية الدوائية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية لا تفطر هو الصحيح في هذه المسألة وقد عرض سؤال على اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية عن نوع من أنواع هذه اللزقات العلاجية وأجاز أيضا استخدامها للصائم وأنها لا يؤثر على الصيام نعم كما بينا هذه اللصقات الطبية العلاجية إذا احتاج إليها الصائم في نهار رمضان فإن صومه صحيح ولا أثر لهذه اللصقات العلاجية على الصوم وصومه صحيح نعم قال شيخنا حفظه الله الراجح في هذه المسألة وهو الصحيح أن هذه اللاصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية لا تفطر الصائم لكن هناك نوع يحتاجه بعض منبتوليا بشرب الدخان وهي اللصقات التي تمد الجسم بالنيوكتين ليستعيض الإنسان بها عن حاجته إلى التدخين وخاصة عند من يرغب في الإقلاء عن التدخين ويجد في هذه اللصقات إعانة له فهل إذا وضعها على جسمه في نهار رمضان تؤثر على الصيام أو لا نعم قال شيخنا حفظه الله الراجح في هذه المسألة وهو الصحيح أن هذه اللاصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية والكيميائية لا تفطر الصائم وقد عرض سؤال على اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية عن نوع من أنواع اللزقات تمد الجسم بالنيوكتين الذي يكون الراغب في الامتناع عن التدخين يحتاج إلى هذه اللزقات فقد جاء في نص السؤال أرغب في الامتناع عن التدخين وأسأل الله أن يعينني على ذلك سؤالي هناك لزق تساعد المدخن على تخطي مشكلة التوقف عن التدخين يتم استخدامها بحيث تلزق على الذراع فهل يجوز استخدامها في رمضان علماً بأنها تفرز تلقائياً للتوبة من التدخين وأن يعينك على تركه فإنه مضرة محضة لا خير فيه بوجه من الوجوه وأما ما سألت عنه من جواز استقدام لزقة تساعدك على تركه تلزق على الذراع هل يجوز لك استعمالها في رمضان وأنت صائم فنقول هذا لا يجوز لك لأنه بسؤال الأطباء المختصين عن حقيقة هذه اللزقة أفادوا بأنها تمد الجسم بالنكوتين وتصل إلى الدم وهذا يبطل الصيام كما يبطله التدخين لأن المفعول واحد وعليك بالعزيمة الصادقة على ترك التدخين بغير هذه الطريقة فكم من مدخ تاب إلى الله وأقلع عن التدخين بدون استخدام هذه اللزقة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من وبالله التوفيق قال شيخنا حفظه الله هذه هي فتوى اللجنة الدائمة وفي الحقيقة يوجد فارق بين النكوتين الذي يؤخذ عن طريق الفم والأنف بالسجارة والذي يؤخذ عن طريق هذه اللصقات التي يستخدمها بعض الناس وهذا الفرق أن الأول الذي يؤخذ عن طريق الفم يؤخذ تلذذ وشهوة في حصول مقصده الذي يطلبه المدخن أما النيكوتين الذي يكون عن طريق هذه اللصقات فيؤخذ علاجا هذا الذي يؤخذ عن طريق اللصقات يؤخذ على سبيل العلاج ولهذا لا تحصل به نفس اللذة التي تكون عن طريق الفم والأنف وهذه السجائر يكون مفعولها مباشرا وفوريا عبر أغشية الرئتين أما هذه اللصقات فتستغرق بعض الوقت ما بين ساعتين إلى ثلاث حتى يمر من خلال طبقات الجل كما أنها ترسل كمية ثابتة من النكوتين من خلال الجل وبشكل منظم وذلك طوال الفترة التي تكون اللزقة موجودة فيها على الجل وهذا بخلاف السجارة التي تمد الجسم بالنكوتين بطريق مباشر وسريع ومكثف هذا هو الفرق وهذا الفرق يؤثر على القول بالتفريق بين ما يؤخذ غذاء وما يؤخذ دواء عن طريق الدم والعروق إلا أنه يبقى الكلام في وجود الدليل على الفرق بين ما يؤخذ غذاء وما يؤخذ علاج فإن الجميع متفقون على عدم الفرق بينهما لو أخذ عن طريق الفم ثم فرقوا بينهما إذا أخذ عن طريق الأوردة والشرايين والعروق وقد ذهب بعض العلماء المعاصدين كسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له إلى عدم الفطر بنصقة النكوتين لأنها تدخل عن طريق الجسم امتصاصا ولا تصل إلى المعدة ولا تمر بالمسالك المعروفة بالجسم وهذا قد جاء في كتاب الجلسات الرمضانية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نعم هذه اللسقات التي تأخذ لإمداد الجسم بالنكتين حتى يتخلص الإنسان من شرب الدخان فإذا وضعها في نهار رمضان فما الحكم على قولين القول الأول أنها تفطر وهو جواب اللجنة الدائمة لمن سألها عن حكم هذه اللسقات وقالوا أنها تمد الجسم بالنكتين كما أنه لو تناول الدخان مباشرة وعلى هذا فإنه يفطر بها قول الثاني نظر إلى ما سرنا عليه من القاعدة فقالوا القاعدة أن المفطرات ما كان أكلا أو شربا صورة ومعنى أو صورة بلا معنى أو معنى بلا صورة صورة ومعنى إذا كان الإنسان أكل طعاما عن طريق الفم أو الأنف هذا صورة ومعنى صورة لو أكل غير الطعام أدخل إلى جوفه حبوب العلاج أو حديدة عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفطر بذلك لأنه في صورة الطعام والشراب معنى كما قلنا في الأبر المغذية لم تدخل إلى الجوف عن طريق المنافذ المعتادة لكنها في معنى الطعام والشراب لأنه يستعاض بها عن الطعام والشراب إذا طبقنا هذه القاعدة ونظرنا في صورة المسألة التي معنا وهي اللزقات التي تؤخذ لأجل إمداد الجسم بالنكتين نجد أنها ليست أكلا ولا شربا صورة ومعنى ولا صورة ولا معنى لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولم تدخل إلى الجسم عن طريق المنفذ المعتاد فهي ليست في صورة طعام ولا شراب وليست مما يستعيض بها البدن عن الطعام والشراب لأن هذه اللزقات ليست ليست من المغذيات إذا طبقنا هذا قلنا إن هذه اللزقات لا أثر لا أثر لها على الصيام ومن احتاج إليها في نهار رمضان فصومه صحيح ولا شيء عليه وهذا هو الراجح وهذا الذي عليه الدليل لأن المنهي عن هو الطعام والشراب وما كان في معناهما أو في صورتهما وما لم يكن كذلك فليس من المفطرات وأما ما يذكره بعض علماء من أنه يحصل التلذذ بمثل هذا فإن مجرد التلذذ ليس بكاف لجعله مناط الحكم وعلة الحكم في القول بأنها من المفطرات إذن الراجح في هذه المسألة وهي اللسقات الطبية التي تأخذ لأجل إمداد الجسم بالنكتين إذا احتاج إليها الصائم في نهار رمضان أنها لا تفطر نعم قال شيخنا حفظه الله وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين كسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين غفر الله له إلى عدم الفطر بلسقة النكوتين لأنها تدخل عن طريق الجسم امتصاصا ولا تصل إلى المعدة ولا تمر بالمسالك المعروفة بالجسم وهذا قد جاء في كتاب الجلسات الرمضانية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقد سئل عن حكم استعمال لزقات النكوتين وهل يؤثر استعمالها على الصيام إذ قال السائل قررت الإقلاع عن عادة التدخين سؤالي هل يجوز استعمال ما يسمى شريط النكوتين لمساعدة للإقلاع عن التدخين هل يؤثر ذلك على الصلاة وهل يؤثر على الصيام فأجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله الحمد لله أول النكوتين مركب عضوي سام يعد من أخطر المواد المضرة الموجودة في التبق الدخان وهي المادة التي تسبب الإدمان لدى المدخنين لذلك حرص العلماء على إيجاد البدائل التي تعين المدخن على التخلص من إدمان النكوتين الضار وذلك بتصنيع النكوتين المخفف والمحسن ليأخذ على شكل أقراص أو لبان يمضغ أو أعواد كالسجائل أو لزقات تحتوي على كميات متفاوتة من هذه المادة ليتدرج المدخن في استعمال البدائل كي يتمكن من التوقف عن التدخين لأطول فترة ممكنة دون التعرض لأعراض الانسحاب التي تنتج عن التوقف المفاجئ عن التدخين والتي غالبا ما يضطر المدخن معها إلى العودة إلى التدخين كي يتخلص من تلك الأعراض ثانية ولا يزال الكلام للشيخ ابن عثيمين غفر الله له لزقة النكوتين عبارة عن شريط مطاطي لاصق ينبعث منه النكوتين على هيئة مادة اللزجة جل يمتصها الجل ثم تنتقل عبر الشعيرات إلى الدم فتساعد المدخن على التخلص من أعراض الانسحاب وتوجد ثلاث درجات للزقة النكوتين حيث قوتها وتلصق عادة على الجزء على الجل قرابة ستة عشر ساعة في اليوم ولا تستخدم عند النوم وقد تظهر معها بعض الأعراض الجانبية المضرة كالطراب ضربات القلب والغثيان والضعف العام ثالثا أما حكم استعمالها فهو الجواز إن شاء الله إلا إذا أدت إلى ضرر محقق فينهى عنها حينئذ والأمر فيها راجع إلى تقدير الطبيب المؤتمن وإذا استعملها الإنسان وهو صائم فلا يؤثر ذلك على صيامه انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين غفر الله له قال شيخنا حفظه الله والذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو عدم الفطر بهذه اللصقات الطبية ما لم تصل إلى الحد الذي يكون بمعنى الأكل والشرب ويحصل بها ما يحصل للآكل والشارب من القوة والتغذية فهذه الحال يكون الاحتياط بالقول بانفساد الصوم بها وإلا فإن المتوجه عندي هو عدم الفطر بهذه اللصقات الطبية وهذا هو الراجح في هذه المسألة وهو عدم الفطر بهذه اللصقات الطبية لأنها ليست أكلا ولا شربا لا صورة ولا معنى نعم قال قال شيخنا حفظه الله حكم استعمال وسائل منع الحيض ما يتعلق باستعمال وسائل منع الحيض فيما يتعلق بالنساء كالحبوب ونحو ذلك فقد انتشر بين النساء في هذه الأيام استعمال حبوب منع الحيض بحيث ينقطع الحيض عن المرأة مدة استعمال هذه الحبوب وبعض النساء تستخدم هذه الحبوب في شهر رمضان حتى لا تفطر أو في أيام الحج لتبقى على طهارتها حتى تكمل نسكها ويكون عند بعض النساء حرج في استعمالها لهذه الحبوب التي تمنع الحيض وقد تستخدم لأغراض أخرى كمنع الحيض مدة معينة لعدم الرغبة في ذلك ونحو ذلك وهذه الحبوب المانعة على نوعين النوع الأول حبوب مخصصة لمنع الحيض والنوع الثاني حبوب مخصصة لمنع الحمل لكن هذه الحبوب تؤدي مع الاستمرار في استعمالها سائر الشهر إلى عدم نزول الحيض مدة استعمالها وهذه الحبوب يختلف تأثيرها على النساء فبعضهن تستجيب لمفعول هذه الحبوب فيمتنع الحيض عندها مدة استعمالها لهذه الحبوب وبعض النساء تكون الاستجابة لديها ضعيفة بحيث يستمر معها الحيض أو ترى نجاسة تختلف عن الحيض من جهة صفاته وتوصيفه مما يؤدي إلى اختلاط الأمر عليها فلا تعلم هذه النجاسة أحيض أم لا وعلى هذا تكثر الإشكالات عند كثير من النساء ممن لا يستجبن الاستجابة الكاملة لهذه الحبوب وتكون الاستجابة في عبادتها من صلاة وصيام وطواف وغير ذلك فتطرق هواتف العلماء وطلبة العلم ويكثر عندها الإشكال والتساؤل عن هذه السوائل التي تخرج منها أهي حيض أم لا هذه مسألة من نظر إلى العلماء و إلى المفتين وجد أن من أكثر الأسئلة ورودا من النساء هو عن حكم استعمال موانع الحيض لأن المرأة خاصة إذا أرادت الحج أو العمرة لا يكون معها من وسيلة حتى تأمن من عدم نزول عادتها الشهرية مما تضطر معه إلى البقاء مدة طويلة وربما يلحق الرفقة الذين معها الحرج والعنت والمشقة فجاءت هذه الحبوب التي تأخذها المرأة فتمنع نزول الدم دم الحيض مدة استعمال هذه الحبوب وبعض النساء أيضا ربما ترغب أن تصوم رمضان كاملا وتصلي الشهر وتستثمر أيام ولياليه فتستمر في أخذ حبوب منع الحمل أو في الحبوب التي هي خاصة بمنع نزول عادة النساء فما حكم ذلك نعم قال شيخنا حفظه الله وإننا إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وجدنا أنهم قد نصوا على مثل هذه المسائل فلقد صرح الحنابلة رحمهم الله بل هو مذهب جمهور أهل العلم بجواز شرب المرأة الدواء الذي يرفع الحيض قال علاء الدين علي بن سليمان المرداوي رحمه الله ولها شرب دواء مباح لقطع الحيض نص عليه وقال القاضي بإذن زوج كالعزل يؤيده قول أحمد في بعض جوابه وقال أبو إسحاق برهان الدين ابن مفلح رحمه الله فائدة لا بأس بشرب دواء مباح لقطع الحيض إذا أمن ضرره نص عليه واعتبر القاضي إذن الزوج كالعزل وشربه يجوز لإلقاء نطفة ذكره في الوجيز ويجوز في حصول ذكره أبو يعلى الصغير فالحنابلة رحمهم الله جوز ذلك بشرط أمن الضرر وإذن الزوج إذا أرادت المرأة استعمال هذه الحبوب يقول المرداوي رحمه الله فائدتان إحداهما يجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مطلقا مع أمن الضرر على الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي لا يباح إلا بإذن الزوج كالعزل المرداوي رحمه الله وهو الصواب قال في الفروع يؤيده قول أحمد في بعض جوابه والزوجة تستأذن زوجها وقال ويتوجه يكره وقال وفعل الرجل ذلك بها من غير علم يتوجه تحريمه لإسقاط حقها مطلقا من النسل المقصود وقال رحمه الله ويتوجه في الكافور ونحوه له لقطع الحيض قلت وهو الصواب الذي لا شك فيه انتهى الفائدة الثانية يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع إلا قرب رمضان لتفطره 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 ذكره أبو يعلى الصغير قلت وليس له مخالف وبنحوه قال البهوتي رحمه الله وهذه النصوص المنقولة عن الفقهاء عليهم رحمة الله تدل على الجواز أي أنه يجوز فيما ذهب إليه أيضا جمهور أهل العلم أن تستعمل المرأة ما يؤخر نزول الحيض ولذلك فإنما تفعله بعض النساء في رمضان أو عند إرادة الحج من استعمال حبوب تمنع نزول الحيض أو استمرار المرأة المتزوجة التي اعتادت حبوب منع الحمل استمرارها على هذه الحبوب أي تأخذ مثلا حبوبا لمدة شهرين متتاليين حتى لا تنزل معها العادة الشهرية حتى تكمل صيام رمضان أو حتى تكمل النسك إذا كانت حاجة أو معتمرة الصحيح من قولي العلماء بل هو قول الجمهور جواز ذلك ومما يلحق بهذه المسألة حكم أخذ الدواء لإنزال الحيض إذ بعض النساء ربما هذه المسألة وهي أخذ المرأة لما يمنع من نزول دم الحيض حتى تكمل النسك سواء كان حجا أو عمرا أو لتصوم رمضان جائز بشرط أمن الضرر أن لا يكون عليها ضرر بأخذ هذا العلاج أو الدواء أو الحبوب التي تمنع نزول دم الحيض لأن المقصد واضح وصحيح وهو أن تكمل النسك وأن لا تضطر إلى البقاء ويلحقها المشقة بل ويلحق ذلك من يرافقها نعم قال شيخنا حفظه الله ومما يلحق بهذه المسألة حكم أخذ الدواء لإنزال الحيض إذ بعض النساء ربما تحتاج إلى أن تأخذ دواء مباحا لإنزال الحيض وقد ذهب المالكية والحنابلة رحمهم الله إلى أنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا لإنزال الحيض واشترطوا لجواز ذلك أن لا يكون لها قصد محرم كفطر في شهير رمضان فلا يجوز وقد تقدم قول المرداوي رحمه الله يجوز شرب دواء لحصول الحيض ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع إلا قرب رمضان لتفطره ذكره أبو يعلى الصغير قلت والقائل المرداوي رحمه الله وليس له مخالف التداوي لحصول الحيض إلا في رمضان لألا تفطر وقاله أبو يعلى الصغير والأحوط ولا زال الكلام لشيخ الإسلام أن المرأة لا تستعمل دواء يمنع تفوق المني في مجال الحبل والله سبحانه وتعالى أعلم ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية والحاصل أن استخدام هذه الحبوب لا يخل من حالين الحال الأولى أن تؤدي هذه الحبوب المفعول والمراد منها بحيث ينقطع دم الحيض عن المرأة تماما مدة قف عند هذا ونقول أما ما يتعلق بأخذ حبوب لأجل أن تنزل ينزل دم الحيض فأيضا جائز ونص عليه الفقهاء إلا إذا كان لغرض محرم إلا إذا كان لغرض محرم كمن تفعل ذلك لأجل أن تفطر في رمضان نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه ويرزق للإخلاص في الأقوال والأعمال وأن يصلح القلوب ويجعلنا هدى تمهتدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع